تناقصت مفردات البطاقة التموينية من عشر مواد في الأقل شهرياً قبل عام 2003 إلى مادتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة رغم تزايد الحاجة لها بسبب تفاقم حدة المشكلات المعيشية التي تعصف بالعراقيين بدءاً من ترد الأوضاع الأمنية وموجات النزوح وصولاً إلى تفشي وباء كورونا وأثرها على الطبقة الفقيرة التي تزامنت مع الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد الحكومات المتعاقبة طالما أهملت ملف البطاقة التموينية بسبب انشغالها بالصراعات والمكاسب السياسية على الرغم من أنها تمثل استحقاقاً للمواطنين لا سيما بعد بروز الحاجة إليها خلال فترة انتشار فيروس كورونا ومعاناة العديد من العائلات التي فقدت مصدر رزقها بسبب إجراءات الإغلاق وحضر التجوال نواب حملوا الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 مسؤولية تراجع مفردات البطاقة التموينية التي أصبحت تحتل مراتب متأخرة جداً في اهتمام المسؤولين غير المكترثين بقوت الشعب العراقي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدت أن وزارة التجارة ترفض إعطاء الأموال للمواطنين بدلاً من مفردات البطاقة التموينية كونها تخشى من إلغاء عقود التجهيز فيها والذي سيضر بجهات الفساد في الوزارة كون تلك العقود جزءاً مهماً من صفقات مالية كبيرة تمول أحزاباً متنفذة نفسها بها أما تصريحات الحكومية فقد كانت تبرير حاضراً وهو ضعف التخصيصات المالية وهي ذريعة سرعان ما نسفها عدد من النواب الذين أكدوا أن التخصيصات التي رصدت لمفردات البطاقة التموينية كبيرة جداً وصلت إلى نحو ستة مليارات دولار إلا أن عقود تأمينها كانت مليئة بشبهات الفساد وما بين ملفات الفساد التي تشوب وزارة التجارة وبين عدز الحكومة عن توفيرها مفردات البطاقة يبقى المواطن الذي يعاني شضف العيش رهينة مزاجات سياسية لا يعرف متى ستنظر بعين الشفقة لأوضاع ملايين الفقراء اشتركوا في القناة